اشتركوا في القناة ان مشروع مدينة سلمان يعد احد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج الوزارة لتنفيذ امر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ببناء 40 الف وحدة سكنية بالاضافة الى الالتزام الاسكاني الوارد في برنامج الحكومة الحالي افتتح وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف معرض اعادة التدوير والذي يهدف الى دعم المبادرات الهادفة للتخلص من النفايات باسلوب يراعي السلامة البيئية كما يهدف الى توعية المجتمع بدوره في فرز النفايات واعادة تدويرها بما يحقق اهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لادارة المخلفات لمملكة البحرين واكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على ان تطبيق الاستراتيجية الوطنية لادارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الاولية للمشاريع المختلفة هناك مبادرات كبيرة من قبل الجمعيات الاهلية وايضا من الافراد وايضا من بعض المستثمرين لدعم جهود الوزارة في امور التي تخص اعادة التدوير واعادة استخدام المواد ونشر التوعية من ناحية لتقليل المخلفات من ناحية ومن ناحية اخرى الاستفادة من هذه المخلفات معرض توعوي وعي الناس في عملية التدوير لا شك ان الامامنا طريق طويل في اعادة التدوير والحمد لله اليوم دورة في توعية ابنائنا وسعت ان اشوفت مشاريع رائدة توهى بادية في عملية التدوير والتي بتخدم البحرين ان شاء الله حصد صندوق العمل تمكين جائزة افضل مؤسسة حكومية لدعم ريادة الاعمال في الشرق الاوسط وذلك على هامش اعمال المنتدى الدولي للمستثمرين الملائكة المنعقد مؤخرا في اسطنبول بتركيا وتأتي هذه الجائزة تقديرا للدور الريادي الذي تؤديه تمكين في رعاية ودعم قطاع ريادة الاعمال من خلال برامجها المختلفة وبهذه المناسبة نوها رئيس مجلس ادارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى الخليفة بما حققته مملكة البحرين من تواجد وحضور متميز على الساحة الدولية من خلال ممارسات مؤسساتها المختلفة والتي تمثل بدورها خطوة واعدة على طريق تنمية الاقتصاد الوطني والبناء على المكتسبات الوطنية والآن نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد اقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 26 من 100% مغلقا التداولات عند مستوى 1668 نقطة وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4 ملايين و428 ألف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت مليون و114 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 106 صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8007 نقاط بارتفاع بنسبة 0.50% وبالنسبة للسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2737 نقطة بارتفاع بنسبة 0.35% وبالنسبة للسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4191 نقطة بارتفاع بنسبة 0.40% قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق أنه سيتم استئناف برنامج الطروحات الحكومية قريبا مضيفا أن خطة إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم مستمرة وسيتم افتتاحه في عام 2021 وأضاف توفيق أن برنامج الطروحات الأولية كان فيه تأخير بالأساس ثم جاءت تداعيات فيروس كورونا وأكد أن الوزارة بدأت في إطلاق مجموعة من المشروعات لتطوير الفنادق المملوكة للدولة مضيفا أن الوزارة عرضت عددا من الأصول في قطاعات مختلفة على الصندوق السيادي بالدولة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة جنرال موتورز تعلن الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها في تايلاند بعد الإعلان عن بيع مصنعها في البلاد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل مع الهند على عقد صفقة تجارية كبيرة لكن ذلك سوف يستغرق وقتا وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ليس متأكدا من أنه سيتم التوصل لصفقة مع الهند وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل لكنها ستكون صفقة كبيرة كما أشار الرئيس الأمريكي الذي سيزور الهند يوم الاثنين المقبل للمرة الأولى إلى أن الهند لا تعامل الولايات المتحدة جيدا وذلك فيما يتعلق بالتجارة بعد التوترات التي حدثت بين البلدين في يونيو من عام 2019 بعد فرض رسوم انتقامية على سلع مستوردة من الولايات المتحدة سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا وذلك لأعلى مستوى في ستة أشهر في يناير بفعل ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أقل من المعتاد في أسعار تذاكر الطيران وصعد الجنيه الاسترليني لفترة وجيزة بمقدار ربع سنت مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي نسبته واحد وثمانية أعشار في المئة مقابل واحدة وثلاثة أعشار في المئة في ديسمبر لتظل قريبة من المستوى الذي يستهدفه بنكو إنجلترا المركزي عند اثنين في المئة وننتقل إلى أكبر اقتصاد أوروبي حيث ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات مع صعود تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة والطاقة وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة ثمانية أعشار من مئة في المئة في يناير الماضي وذلك على أساس شهري مقابل زيادة بنسبة عشرة في المئة في ديسمبر السابق له حذر صندوق النقد الدولي من أن فيروس كورونا أعاق بالفعل النمو الاقتصادي في الصين وأن مزيدا من الانتشار إلى دول أخرى قد يعرقل تعافيا متوقعا لكنه بالغ الهشاشة للاقتصاد العالمي في عام 2020 وفي مذكرة معدل وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومسؤولي بنوكها المركزية وضع المقرض العالمي تصورا لمجموعة كبيرة من المخاطر التي توجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك الانتشار السريع لفيروس كورونا وتصاعد التوتر التجاري الأمريكي الصيني من جديد إلى جانبي كوارثة طبيعية مرتبطة بالمناخ والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية تعتزم شركة جنرال موتورز في الاستغناء عن حوالي 1500 موظف في تايلاند بحلول نهاية العام الجاري بعد الإعلان عن بيع مصنعها في البلاد وأعلنت الشركة الأمريكية أنها ستبيع مصنعها في مقاطعة رايونج إلى الشركة الصينية كما كشفت عن خططها لإنهاء عملياتها في استراليا ونيوزيلندا وقال جاك بونتشوبت مستشار وزير العمل التايلندي أن الاتفاق كان فقط لبيع المصانع ولم يشمل نقل الموظفين ترجمة نانسي قنقر